بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى ختاما لدرس دعاء الخروج من المنزل ولكن أيها الأبطال قبل أن نبدأ في درسنا تعودنا أولا أن نستمع إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح والآن دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام حفظ دعاء الخروج من المنزل أما الأهداف الخاصة فأولا أن يتعرف الطالب وأن تتعرف الطالبة على صيغة دعاء الخروج من المنزل ثانيا أن يردد الطالب وأن تردد الطالبة دعاء الخروج من المنزل ثالثا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة دعاء الخروج من المنزل والآن يا أبطال بعد أن تعرفنا على الأهداف هيا بنا ننتقل إلى درسنا درسنا بإذن الله سيتحدث عن دعاء الخروج من المنزل الآن يا أبطال نأتي إلى النشاط الأول في هذا النشاط نريد أن نصل دعاء الخروج من المنزل بالصورة المناسبة عندنا في جهة اليمين دعاء الخروج من المنزل دعاء الخروج من المنزل ما هو أن نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن دعاء الخروج من المنزل نريد أن نصله بإحدى الصورتين في جهة اليسار عندنا الصورة الأولى وعندنا الصورة الثانية ما هي الصورة المناسبة لدعاء الخروج من المنزل نتأمل الصورتين بالشكل الصحيح عندنا الصورة الأولى تشير إلى أن هذا البطل يخرج أحسنتم يخرج من المنزل يخرج من المنزل الصورة الثانية نراه يدخل إلى أحسنتم يدخل إلى المنزل يدخل إلى المنزل إذن ما هي الصورة المناسبة لدعاء الخروج من المنزل هي الصورة أحسنتم يا أبطال نعم هي الصورة الأولى إذن ماذا نستفيد نستفيد أننا إذا خرجنا من المنزل لا ننسى دعاء خروج المنزل بأن نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله انتهينا الآن يا أبطال من هذا النشاط فهيا بنا ننتقل إلى النشاط الثاني في النشاط الثاني نريد أن نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة عندنا في الأعلى هذا الدعاء والذي يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الدعاء ماذا نسميه هل نسميه بدعاء الأكل أو نسميه بدعاء الخروج من المنزل من يأتي لنا بالإجابة الصحيحة يا أبطال ماذا نسمي هذا الدعاء دعاء الأكل أو دعاء الخروج من المنزل الجواب أحسنتم جميعا نعم نسميه بدعاء الخروج من المنزل بدعاء الخروج من المنزل إذا نضع الدائرة على العبارة أحسنتم على العبارة الثانية إذا نضع الدائرة على العبارة الثانية انتهينا الآن يا أبطال من النشاط الثاني وننتقل سويا إلى النشاط الثالث ماذا نريد أن نفعل في هذا النشاط نريد هنا أن نصل دعاء الخروج من المنزل بالترتيب دعاء الخروج من المنزل مقسم على بطاقات نريد الآن أن نصل هذه البطاقات ببعضها حتى يكتمل لدينا دعاء الخروج من المنزل نبدأ بالبطاقة الأولى البطاقة الأولى تقول بسم الله البطاقة الأولى تقول بسم الله هل انتهى دعاء الخروج من المنزل الجواب أحسنتم لا إذا ماذا نفعل نسير معا من البطاقة الأولى إلى البطاقة الثانية عبر النقاط حتى نصل إلى البطاقة الثانية في البطاقة الثانية وجدنا هذه العبارة توكلت على الله بسم الله توكلت على الله هل انتهى دعاء الخروج من المنزل أحسنتم الجواب لا ماذا نفعل نكمل المسير من البطاقة الثانية إلى البطاقة الثالثة عبر النقاط حتى نصل إلى البطاقة الثالثة ونجد فيها هذه العبارة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا اكتمل لدينا دعاء الخروج من المنزل أو لا أحسنتم نعم اكتمل دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الآن انتهينا من النشاط الثالث وننتقل سويا إلى النشاط الرابع هنا في هذا النشاط نريد أن نصل كل دعاء بالصورة المناسبة نصل كل دعاء بالصورة المناسبة عندنا الدعاء الأول في البطاقة الأولى يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الدعاء الثاني يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا إذن الدعاء الأول هذا دعاء الخروج أحسنتم نعم الخروج من المنزل هذا دعاء الخروج من المنزل دعاء الخروج من المنزل الدعاء الثاني بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا هذا دعاء أحسنتم الدخول إلى المنزل الدخول إلى المنزل الآن نريد أن نصل كل دعاء بالصورة المناسبة عندنا الدعاء دعاء الخروج من المنزل ما هي الصورة المناسبة له الصورة الأولى نرى أن هذا البطل يخرج من المنزل إذن هل الصورة الأولى مناسبة للدعاء الأول الجواب أحسنتم نعم لأن هذا دعاء الخروج من المنزل من المنزل الصورة الثانية نراه يدخل إلى المنزل يدخل إلى المنزل إذن هي مناسبة للدعاء الثاني وهو دعاء الدخول إلى المنزل انتهينا الآن يا أبطال من هذا النشاط وقبل أن نبدأ سويا في حل هذا النشاط الآن أريد منكم مساعدتي يا أبطال في الوصول إلى البطاقة الصحيحة هنا في الأعلى دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نريد أن نصله بالبطاقة الصحيحة البطاقة الزرقاء تقول دعاء دخول المنزل والبطاقة الوردية تقول دعاء الخروج من المنزل ما هي البطاقة المناسبة لكي نصلها مع الدعاء هي البطاقة أحسنتم نعم البطاقة الوردية هي المناسبة إذن نصلها مع الدعاء إذن هنا عرفنا دعاء الخروج من المنزل والآن نعود يا أبطال إلى هذا النشاط ونتشارك سويا في حله في هذا النشاط نريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية عند خروجنا من المنزل نقول دعاء خروج المنزل العبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم نعم العبارة صحيحة العبارة صحيحة العبارة الثانية تصرف خالد بشكل صحيح تصرف خالد بشكل صحيح حينما خرج من المنزل ولم يقل دعاء الخروج من المنزل هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم يا أبطال نعم العبارة خاطئة العبارة الثالثة دعاء الخروج من المنزل يقال عند الدخول إلى المنزل ما رأيكم في هذه العبارة أحسنتم أيضا هذه العبارة عبارة خاطئة فدعاء الخروج من المنزل يقال عند الخروج من المنزل إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات والعمل بما فيها من توجيهات وتعليمات شكرا لكم أبنائي وبناتي شكرا لكم إخواني وأخواتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته